فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وفي رواية البخاري من حديث شعبة عن ثابت كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي فهذا يبين لك أن أنس أراد برصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطالة الركوع والسجود والرفع فيهما على ما كان الناس يفعلونه وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه نعم يرد بذلك على المخالفين الذين يخالفون في القيام فيطيلونه بينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيزه ويخففون ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتريث فيه وهو الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود فكانوا مخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم في الصفتين في تطويل القيام وفي تقصير الاعتدالين والمطلوب من المسلم أن يعتدل في صلاته فيجعلها متناسبة في الاعتدال هنا وروا مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة فبين أن التخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة نعم هو تكرار لتقرير الأصل وهو أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم متناسبة كانت إيجازا مع إتمام في كل الصلاة لا في بعضها وكان ربما يخفف لأمور عارضة خفف الصلاة لأمور عارضة إذا سمع بكاء الصبي هذا أمر عارض وكان يخفف رحمة بأمه وإشفاقا على الطفل نعم قال ولهذا قال كانت صلاته متقاربة أن يقرب بعضها من بعض نعم قال وصدق أنس رضي الله عنه